ديروا بالكم انتفكروا بيوم من الايام انه انتو ما ممكن تبنوا عضل في المنزل انا مع العلم انصبت اكتر من سنة وشهرين كان معي التهاب باوتار عضلة الباي وهلأ تحسن ويعني اللي عم بلش بالتدريب شوي شوي ونصيحة نصيحة للكن لا تلعب تمرين قوتك مايجاهزي لانه اوتارك ما بتكون متكيفي مع صعوبة التمرين حتى اذا انت حاسس بطاقة كتير الاوتار ما بتكون متكيفي ولا المفاصل يعني انا هلأ بلعب فرونت ليبر هلأ رح برجيكم تمرين انا باعرف انه ممكن قادر اسبط كم ثاني فيه مع التكنيك الصحيح التمرين الاغلب لعبين كاليستينيكش بيعرفو اسمه الفرونت ليبر طبعا ما رح اعمل الفل لانه بسبب الاصابة برجع شوي شوي ولكن يعني تبعوا الاسلوب انه يكون التكنيك صحيح مي بالمي بعدين صعبه التدريجي رح نبلش بالهالفلي فرونت ليبر نشده الواح الكتف لورا كله مستقيم نزيل هيك صح ما ثبتت كتير ولكن التكنيك صحيح وما ارهقت الجهاز العصبي تابعونا لمزيد من الفيديوهات